كوكبة فنية يتلقل في سماء الفن شوفت النظر يا فندم أنا لابسها عشان لو ما فيش ريت كاربت أشوفها ريت كاربت في مغزة في فكر في حاجة لا يا طاري لا 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 مش هيبها مش ممكن مش ممكن طب أسيبكم عشان أنا يعني إيه إيه ده دخل على طول والله مبسوط جدا أنه هو مهرجان الدراما يقوم في مدينة العالمين الجديدة مدينة جميلة جدا جدا على أعلى مستوى من السياحة فبالتالي وجود مهرجان زي دوت فيك أوكبة فنية موجودة فبالتالي إنت بتحس بنوع من الفخر كده والبهاء في المهرجان إن هو يعني شكله حلو هتكلم المهرجان نرد بحتفل بستين سينا دراما نرجعك وره شوية بالذكرة إيه أول مسلسة تفرجت عليك أول مسلسة تفرجت عليك ده دي حقبه ربيد أنت بترجعني نوستالجيا رهيبة يعني ممكن أقول لك الوسية كابتن جودة غوايش لا إنت بتكلمني في حاجات أساسيات يعني لا للحلمية هرافة الهجان أنا مش عايز أن ألسى حاجة دموع في عين واقحة لا كتير 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 إبراهيم الطاير لا يا راجل يعني عايز أقولك إن إحنا كمصريين عموما أو في الوطن العربي إحنا تربينا على مسلسلات يعني في حتى في هزرنا عموما لما بتقابل أي حد من أي حتة في الوطن العربي فتيكت تقول له جملة فيرد عليك بقية الجملة من المسلسل اللي إحنا شفناه فأنت بتتكلم في إن الدراما المسرية 60 سنة يا رب تبقى 200 سنة و300 سنة كمان من العطاء ومن التقدم ومن الفخر يا جدعة بتكلم في إيه تنظيم الشركة المتحدة المهرجان زي مهرجان العالمين وإجبال الجمهور على الحفلات ونهاردة حدث كبير فين جوم مصر كلهم تشوفت هذا إزاي بشكرها جدا على المجهود الرهيب اللي عملاه في المهرجان وبشكر الدكتور أشرف زكي على المهرجان الجميل اللي عامله دوت وبشكر يعني كل اللي مشاركين في هذا العرس الفني زي ما بيقولوا بجد يعني حاجة جميلة جدا 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 حاليا بصور في فيلم فاصل من اللحظات السعيدة مع الشام ماجد وهنا الزاهد اخراجوا أستاذ أحمد الجينتي ترجمة نانسي قنقر